موجود فيها اعتقد الكابتن سعد الحوطي لاعب القدير طبعا الشيخ علي الخالد الدكتور محمد خليل ما اعرف صراحة اللي يم الشيخ علي الخالد يسمح لي تعرفون اخوان ما اعرف والله عموما والنعم باللي موجودين والنعم في علي الخالد نعم رجل رياضي نعم انا وشي يعني شهادتي مجروحة في اللي قاعد نشوفها في موسم الرياض وفي بوليفارد وهذا الامر ما حصل الا بدعم سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان طبعا دعم من خادم الحرمية الشريفين ما في شك وتنفيذ واشراف وتوجيهات سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وايضا افكار وخطط وتنفيذ ايضا اخونا تركيا للشيخ وزير الترفيه اللي قاعد نشوفه في هذا الموسم صراحة شيء رائع شيء يفوق الخيال شيء يعني فوق الوصف صراحة فعلا يعني خليت الرياض وجهة للسياحة كل واحد ضايق خلقه يومين ثلاث يروح الرياض يرفع عن نفسه شوية يستمتع بهالأجواء اللي موجودة بالمطاعم بالقهاوي بالمحلات بصراحة يا اخوة تركيا للشيخ الله يعطيك العافية شيء جميل اللي سويتوه مشكور يا سمو والعهد الامير محمد بن سلمان اللي قاعد تسويه في الرياض الشكر ما في الشيك لخادم الحرمين الشريفين اما الفكرة هذه فالشيخ علي الخالد مثل ما قال ابو علي بالعكس نجومنا ترى يستهلون ويستحقون ودائما يعني ولا يهنون طبعا بو عبدالله ولا بو بدر لكن اليوم النجوم ايضا نتكلم كنجوم الكرة الكويتية يستهلون يعني دعوتهم يستهلون تكريمهم يستهلون تواجدهم في الرياض وهذه ديرتها بالنهاية ما يحتاج رايحين من الكويت رايحين للكويت الرياض والكويت واحد فكفكرة الله يعطيكم العافية وتشكرون عليها وتشكرون مرة اخرى على موسم الرياض اللي قمة قمة في الروعة بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى وفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه لي عهده واخوي ايضا تركي الال الشيخ ولا يهنون اللاعبية السعودية نعم الدوليية بصدرحة يعني أكثر القرية الخليجية كلهم صحيح صحيح